السلام عليكم خلطين مغربة خلطين مغربيات مرحبا بكم على قناة مامون بيبي شاهدوا ده جيت جيت نشارك معكم عرتي ودرت اسميته القرع وجات غزالة عرتي وواحد الريحة ما زوينا طلع منه درتها درتها في صفر ضيال البيض وصلت القرعه قطعتها هذا الفيديو رأي وصفة لا هذا الفيديو رأي المصوطة لمافيا الزروالية الحكيمة غير المقدمة هي هذه درت القرعه راتلقوا الوصفة في القناة الاحتياطية اسميته بيلوتي ضربة انتما اختي اختي الي القرعه ولد pigeon أختي الزروالية مريحة انا قررت محلهة المهم اضطلت القرعة اضطلتها 3 رويسات اقسمتها هون دل كما تشوفوها كم دورة ايه ديك واخديت بيضاء بيضاء الفيرما انتم غتشوفو في اسميتو في الوصفة اللي غتشوفو في القناة الاحتياطية بيضاء البيضاء بيضاء البيضاء يتم تطور بيضاء الفيرما نقل لكم اليوم او البارح هيا هيا تنجيبون من الفيرما تنجيب تمشي تمشي تنشري عشرها بعشرها بعض المرة تنشري تماشو لكنه غالب يحين ان نخذ عشرها المهم ايه فرقة البيض على الصفر المصدر يدعون بصفر لان الصفر يلسق ويساعدون الصفر يلسق ويساعدون الصفر يلسق ويساعدون لا يمكن اعطيكم هذا السر بالنسبة للناس لان نشت بزاف الناس يقبطون البيض ويضربوها بالفورشات كاملة ويقبطون يخشون فيها الدنجال او القرعة او شيء مهم تتبقى تتشرشر ويضربوها يلسق نشان صفر ويضربوها كاملة يتركز في الوصفة المصدر المصدر اضح 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 الضح القصة السلالة و بالضبط والبيض مليحة و بزيرة و طحين لا تردد تلقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحركته بالفوغشيت وزيته بحل قريصات ودرتهم فتك شوية دي الزيت اللي بقى وجاول دي دين غوزي ولينادوكم اللي كليت هذي مازال ما كليتاش والمهم ده بخوت اخوتاتي ندخلو في الفيديو بسم الله على بركتي الله وما تنسوش تشوفو قناة اخرانا ونخلي لكم الرابط صندوق الوصف جيت باش نهدر لكم على فضيحة دي المساجد المغلقة في مدينة اقادير قال لك حقا حقا من الزلزال تضروا الجدران دي المساجد ولاو تشكلوا خطر على على الناس وغا يبقاوا مسدودين ودورا جوامع كبارا اقادير بينما هذا الكبرهات والملاهي و محلات محلات اللي يمارس فيهم الفساد بالشتى انواعه فلم يتضرر من الزلزال وبالتالي هذك المحلات مفتوحين يبقا مفتوحين فهمتو فهمتو ولكن المساجد اللي فيها دكر الله ودبا رمضان على الابواب ان شاء الله الناس خسهم يدخلوا يصليوا صلاة الفجر خسهم يمشي ويديروا التراويح اللي بغا يقيل يعتكف ويقيل تيصلي قبض يكون جاء ذاك الشهر ويقيل تيصلي في ذاك المسجد ويتضرع الله ما يمكنش مش يغي مسجد واحد الساجد في مدينة اقادير قال لك حقه الزلزال در الحيوط ديالهم اجوال ما فيا الزروالية الحاكمة اتيك الفلوس كلها اللي جمعتو ديال اللي جاتكم من كل قطر والاعانات والاسيرانس والى اخيره اللي جمعتو يك ما بنيتوش للناس بزاف ديال الناس تتشكاو رانجبت لكم الفيديوهات الاجات شي زانية خلتلي شي كومونتر باننا تنكدم رانجبت الفيديوهات عندي الفيديوهات وما زال الفيديوهات تيندارو ديال الناس اللي تتشكاو نعسين تحت الخيمة ديال البلاستيك خيمة ديال ميكا وما عندهمش في مسكنوا وما عندهمش ما ياكلوا ما عندهمش تل ما ما يشربوا المتضررين ديال الزلزال ديال الحوز اه على ما بنيتوش الناس فين يسكنوا ما عطقتوهمش غير المحسينين هم اللي عطقوهم دكيتو لهم ثلاثة ديال الخيمة وتميتو غاديين باش تديرو في الموتائقي امام كاميرات العالم تم حقاركم واقفين على كل شي انتوما واقفين غالة شغلكم ومصلحتكم ومصلحت ولادكم ومستقبلكم انتوما والشعب رامينو والمالك مغبرينو فانتو يا المجريمين يا اهل جهنم ان شاء الله اهل جهنم ان شاء الله انتوما بإذن الله ان شاء الله اهل جهنم انتوما لان هاتش بزافتش حتى الجوامع ما خليتوش الناس لا بيدخلولهم ولاش ما صوبتوش الجوامع الزلزال ديال الحوز هاديش حال ولا هاتبقى الزلزال ديال الحوز مادا الاباد تتقبطو عليه الفلوس والإصلاح حواله دابا السكان ديال مدينة اقادير المساجد بزرد المساجد مغلوقة وبدو بدخول ديال شهر رمضان دابا دابا شنو شنو خديروا مع السكان ديال مدينة اقادير وراما ديال ناس اقادير تيبشيوا لها السياح سياح مغاربة وأجانب ومنسا نقول مغاربة مغاربة يعني راح تيبشيوا من دار بيضاء رباط فاس مراكش الشمال الى اخرى تيبشيوا لتمكن يبغي يدوز رمضان في البرودة حتى البحر وكاينين سياح اللي تيجيوا من دول عربية يدوزوا رمضان في المغرب تيبشيوا لأقادير شنو مغاربة يقولون لكم هاي بلاد ديال المسلمين وكاينين دول بزاف اللي تيجيوا من الخاليج من دول عربية اخرى يكون عندهم الصهدة ومفزاف تيجيوا ليدوزوا في رمضان في مدينة اقادير حتى البحر كي البرودة والصيام تيجيهم خفيف ما يلقاوش فين يمشيوا يصليوا والمغاربة اقادير ما يلقاوش فين يمشيوا يصليوا يا المجرمين يا الرباعد ياللي هلكتوا المغرب مالكا وشعبا دبا مغبرين المالك ما عرفنا كعاش وقاليه تنتمنوا انكم قد يتبينوا لنا في رمضان مش يجيبوا لنا فيديوهات قدام كما فضحتكم فيديو اللي عجبتوا لنا الاخرى اللي عجبتوا فيها قلتوا المالك تيصلي في مدينة سلا فيها مولي الحسن عنده مازال صغير سوف نضع لكم اخوتي 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 الرابط لديك الفيديو باش شوفوا كيفاش فضحتهم منتم مني فضحتهم ما عاود جابونا ما عاود جابونا ورولينا المالك تيصلي صلاة الجمعة كانوا كل ساعة بقوا يجيبونا فيديو قديم يقولوا انها هو في صلاة الجمعة صافي حت عارفوا قد ان نفضحوهم ايو دبال مساجد مغلقة وحنا على ابواب رمضان الكريم سيدنا رمضان الكريم الشهر اللي نزل فيه القرآن ما تتخافوش من الله وركن ما تتخافوش من الله كنتوا تتخافوا من الله كل ماشي ترميو الطافل رايان في البير عنده خمسين تخليوه خمسيام وهو وفقه على البير الشياطين ديلكم تيدربوا واحد تيدربوا المزمار وواحد تيدرب البندير والاخور تيجي فيه باش تطلعوا مازروا حتى تطلعوا تنبط فيه تيفر كل باش تديوه الأرض اللي جبتوا منها الكنز يا المجريمين حتى فضحوكم القنوات اللي في دول أخرى يا المجريمين يا الرباعة المجريمين كيفاش غدي تلقوا الله سبحانه وتعالى من غتغمدوا عينكم وتحلوها في جهنم إن شاء الله عش غدي تقولوا لصيدة ربي اوقفوا عليكم ملائكات العادة بغي يقول لكم اعقلتوا على الطفل رايانة جدرتوا ليه اعقلتوا على الشعب المغربي اللي كنتوا مجوعين اعقلتوا على ذاك المالك مسكين اللي كنتوا تتسموه ومردته بالقلب اعقلتوا على الدراري اللي تتقتلوه اعقلتوا على النساء اللي تتخليوه مينعسوا فقطروطوار يولدو فقطروطوار مجبذين فقطروطوار وتي ولدو اعقلتوا على شنو الجرائم اللي تترتكبوا كل نهار ليلة نهار ايوه يفكروكم ملائكات العدب هاتش كله اعقلتوا على الشعب اللي مخليينوا لا ماكلا لا شراب لا مالا لا خدماء لا صحا لا تعليم هاتش كله غايفكروكم به ان شاء الله انت يا اسمه زروال انت والمافيا ديالك الحاكمة انت وتعصيلتك بما فيهم شادية زروال اللي خدمه في لونك وليلة زروال اللي خدمه في المالية وحسنة زروال اللي هي مديرة المخابرات اللي هي مديرة العيل التي لا تنام اللي هي اللي سنات لهم باش هدك نور زينو ادخل المغرب وما زل عطيتوها السنسلا ديال الدب والقاضيات ودرتولو استقبال مالكي باش تشكروه على اللي سب المالك من الصمتة اللي تحت ما تتخافوش من الله لكن راحت الله ما تيخافش منكم ان الله يمهل ولا يهمي خوتي اخواتي كما وعدتكم هاتي الفيديو هاتي مصوطة الرباعة ديال القتالة اللي تحكموا البلاد ما اعني به اسم زروال عمير وما جوارهم المافيا الحاكمة ديالهم اللي قال سنتي تسمو المالكة مغبرو ما عرفنا شنوق عليه وتيترشو قال لك حتى المستشارين عن طريق الزعطر العامل اللي طرد مولي رشيد ومولي اسماعيل من القصر مني جاو يشوفوا المالك حدو خلوهم سلموا عليه وقال لهم يلا دا بجمعوا روزكم سلامة مالك مرض خصير تاح اذا بالمالك غابر ما عرفنا شنوق عليه خطي خوتتي بارتجي هذا الفيديو على اوسح حد لان هذا الشخص يتعرف وديروا لها اللايك بقوة الله يرحم لكم الولدين اللايك 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 اشتركوا لما كنتوش مشتركين فعلوا الجارس وديروا لها اللايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحسبون الله ونعم الوكيل فأسمى زروال وفنوفيسا نائبا ديالها نوفيسا اللي سكنف وحد زنقت حسين الأول الطبق الثاني ليدلالا ليصر حسبون الله ونعم الوكيل فكم يا المافيا